السلام عليكم اخوة رجوية و اخيرا و اخيرا المكتب المديري برئاسة السعادية لها خرج و اوضحت الكثير من الأمور التي كانت غامضة لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للجمهور الراجاوي الحمد لله اليوم جاوبنا على الكثير من الأسئلة التي كانت ضايرة في رأسنا كراجاويين و أردنا أن نعرف له الفارع كيف نصل أولا و قبل كل شيء سوف نتحدث عن جوجة النقاط نقطة الخروج في السعادة والأسئلة خالد فاكرني الذي يوضح لنا الكثير من الأمور التي كانت غامضة والنقطة الثانية التي سوف نتحدث عنها هو الفارق و السعداتات فارق و كذلك الناس الذين تصمون على التوني عام الجيل سوف نتحدث عن الفارقة في نواة و تقديم الآن حينما رأينا خالد فاكرني و اوضح لنا الكثير من الأمور بخصوص الصفقة كيزان بي و طريقة الفسخ معه و علشة و تقديمك في صفقة و تقديمك في ذلك الفيديو و تضع لديه و تقديمك في راديو مارس و شرح الأمور و تقديمك في ذلك هذا الشيء يدولنا كنا نطلب به كجمهور و نحن نريد أن نعرف رأسنا في الكينين فقط لأنه كل شخص يشرك و يغرب و تقديمك من الناس التي تغربت و تبعك من الواضع و تبعك تيار لأنه كانت الصحفة تخرج بعد الأخبار و كانت الصحفة و يقول لك مصدر من داخل نادي فارق الراجع يقول لك أنه مثلا امامو و زيزي المدرب لا يريدون اليوم الساعة لهذا و تقديمهم موضوع فهنا ستحصل على البيضة و كان الناس Jackson اللوجودة الراجع و لم يكن有人 فرق الراجع لا علاقة لنا و لكنك دخله يمر في الجمهور كانت failure فأنت تغير اللاجع و ان شاء الله فهذا راجع سوف يرجعها ويعرف ماذا يقول عليه وماذا يقول عليه وهذا الشيء لا يضع الفارق بالعكس لا تضيع الوقت تلك هذا الدوبة بالالكترونة لا تعتقدها ولكن لكم بالمرس هذا ان شاء الله الموضوع الثاني يخص الفارق ان شاء الله سوف يشد الريحة للنيجر سوف نرجم ان شاء الله عندنا ماتش مهم في دور التمهيدي نتجة ايجابية طبعا الدلاري غالبا الاسماء او تشكيلات رسمية التي سوف تكون تشكيلات رسمية تشكيلات رسمية كونتر العين في الماتش مهم الذي كان في العربي الزولي تقريبا نفس الاسماء التي سوف تكون واجدة غياب الانتدابات الجدود بحكم انه لماذا لا ترفع المنع فشي طبيعي ان شاء الله سوف نتجاوز هذه المرحلة وسوف نترفع المنع على ذكر المنع فتقريبا قريب قريب ان شاء الله وهذا الشيكي جعل ليسا السعادة الهالا اللي غيقين لك قريب ان شاء الله ان شاء الله نحضر الملح دولي وماذا كنت تفهموا معكم لكن فيما شرحت لكم الدرير اللي كان متابع لي فيديو ديالي ارى نفس الكلام اللي قلت لكم ارى اول اللي كان الدرير الموضوع الثالث اللي تكلمت عنه والنقطة الثالثة هو القميس النادي اللي توني اللي غيره اللي تجد شركة اللي توني وماذا ان شاء الله ما وصلتش في دوري فغالبا واللي هو اكيد ان الماتش ديال السبت سيتلعب باللتوني اقدام ديال العامل فات الماتش ديال الروتور ان شاء الله سيكون باللتوني جديد والاسبوع المقبل سيتم تقديم التونيات هذا هو ما كان هذا كل الاخبار ديالنا ان شاء الله فما هيكون جديد الفريق ديالنا ستجدوه في الصفحة الرسمية والشيء اللي كان يهديم اخلاق وصافي كيف العادة كان معكم اخوكم ديالزمام اشتركوا في القناة سلام عليكم